السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الاعزاء في كل مكان حياة وحشتوني كتير 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 بسبب فترة الحظر اللي احنا فيها دي انا عمل فيديو ده عشان مش بس تلم وتباجع شخصيات القصة لا ده عشان تغير مودك وتفتكر بالحساس بطاعتنا والضحك والجو الجميل اللي احنا كنا بنعيشه سوا ونستمتع مع بعض شوي عشان كده عمل تحذير للبنات اوعي تعملي زي الوادي اللي في اخر الفيديو تمام اما البنين عادي براحتك يعني كمان كل الالش اللي في الفيديو ده موجه لطلابي حبيبي اللي وحشوني في فترة الحظر فقررت ان اعوضهم بفيديو عن كل اللي كنا بنعمله في الحساس وبكرر الفيديو خاص بطلابي واحنا لنا طريقتنا الخاصة فلو حضرتكم بقى مش من طلابنا ما نصحكوش تشوفوا الفيديو ده ايه خالص هنبدأ بقى بشخصية القصة الاول نبقى عصابنا كده عشان عصابنا تعبت من الحبسة في البيت اه والله الكاركترز اول شخصية عندنا رادولف راسندل فكبين رادولف راسندل اه طبعا ووالسي انجلسي مبيحبش ايه اشتغل As he is very rich غني جدا He is about 29 years old عنده حوالي كم؟ 29 سنة He is well educated and intelligent بتعلم كويس وشخصية زكية طبعا عندي صورة عشان يبقى ايه في رابط زهني كده في ايه في دماغك لشخصية رادولف راسندل Rose راسندل تاني شخصية عندنا فاكرين طبعا روز She is radof's sister-in-law Sister-in-law يعني زوجة الاخ She tried to persuade radof بتحاول انها تقنع او تغري radof To find work as a politician انه يجد عمل كسياسي politician سياسي مع واحد من معارفهم اسمه With sir jacob مع sir jacob sir jacob بورديل ده من معارف عيدة راسندل يبقى she is radof's sister-in-law She tried to persuade radof to find work as a politician With sir jacob طبعا دي روز آه هنبدأ بقى تقولك بتاع قدنا والكلام ده من بين خمس قرات وعشر ميد ده لاجي باختف آه يالله عزوز نعديها دي روبرت راسندل روبرت راسندل He was radof's brother أخو رadof He is the lord of bevelston وهو lord منطقة bevelston طبعا واجل معه فلوس ومنصب يعني اجاوز ستة بنت احنا مل كاونتس أميليا راسندل كاونتس أميليا راسندل كونتس أميليا ده لقب ربي She was one of the rassendl's family كانت واحدة من عينة راسندل She once married a member of royal family in the country of Ruitani واتجوزت واحد من الأسرة الملكة في دولة روتاني طبعا هي من انجلترا واتجوزت حد من دولة تانية فأكيد لما حد يختار حد من دولة تانية يبقى أكيد يعني في مميزات مش موجودة بالفلده يعني بتنين تخطب طيب صح طبعا دي مش هفهمها ده اللي كانوا ايه؟ حضرهم معنى في المحاضرات جورج في دولة تانية جورج في دولة جورج في دولة تانية ايه والوصفة من 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 صحفي انجليزي في باريس طبعا من الاسم ماضح جدا انها شخصية فرنسية ارمالا فرنسية حسناء عندها حوالي ثلاثين سنة تخيلوا ثلاثين سنة وارمالا ماشي كانت في علاقة حب مع الدوق دوق مايكل دوق مايكل دوق مايكل دوق العاصمة أخ غف شقيق أو the king رضل في الفبرك للملك رضل في الفبرك زبور loved him نصير الفقراء فكان الفقراء بيحبه and he wanted to be the king هو كمان كان عايز يبقى الملك but he has no right ملوش حق شرعي بالكلام يبقى زبور loved him and he wanted to be the king but he has no right لا تيوك مايكل مدي صورت king radolf elfberg king radolf elfberg الملك radolf elfberg he is the king of ritania who loves hunting and good food الملك دولة ritania اللي بيعشق الصيد والطعام الجيد طبعا الملك يتوصف انه عادل حتى ظالم لكن ملك بيحب الصيد والاكل الكويس يعني غريبة شوي طي برينسس فلافيا الاميرة فلافيا she is a beautiful princess who is engaged to the king اميرة جميلة مخطوبة لملك البلاد اللي احنا لسه شايفين صوته princess لا 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 مش 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 كده خلص يعني لا لا اتقول عاكم عليك ولا حاجة دي صور اطل القصة يعني انا ميران وضع كروضات والله ما علينا هدديها دي طي طلاب الجمال بقى لما فهمهم والله بجد وحشتوني وان شاء الله ربنا يردونا كده لمحاضراتنا تاني ونرجع نستمتع بالمحاضرات مع بعض دلغة دلوقتي اشوفكم في فيديو رايب والسلام عليكم ورحمة الله